بننزعج جداً ونندهش لو سمعنا أو قرينا عن جاسوس خان بلده ونسأل نفسنا ليه وازاي ولو الجاسوس ده ورّت معاه حد تاني صديق أو صديقة زوج أو خطيبة بننزعج أكتر لكن أما تكون عيلة بحالها اشتغل كل أفرادها جواسيس هنا لازم نقف مش بس نقف ده كمان نبحلق عينينا وان ترطق وداننا يمكن ما سمعناش كويس أيوة بالصلاة عن نبي كده النهاردة معانا عيلة مخلصة ما بدايعوش وقت مش فاضين للقطاعي واشتغلوا بالجملة إبراهيم سعيد شاهين ومراته انشراح علي موسى وولادهم الثلاثة نبيل ومحمد وعادل يعني تقدر تقول كده أوسخ عيلة ممكن تسمع عنها في ناس بنقول عليهم ان دي عيلة مقصرة ودول برضو عيلة مقصرة بس مقصرة في عالم الخيانة والجاسوسية معايلة إبراهيم شاهين وانشراح اللي بتصوت على العز اللي راح واللي تحولت قصتهم لمسلسل شهير اسمه السقوط في بئر سبع بطولة إسعاد يونس والراهل سعيد صالح وحكاية جديدة من حكاية وحكايات بس قبل ما نحكي الحكاية اعمل لنا اشتراك ولايك وكمان اعمل شير وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ويلا بينا نبدأ حكايتنا من المنية في صعيد مصر وبالتحديد سنة 1937 أما تولدت انشراح علي موسى ما نعرفش حاجة عن طفلتها ومش عاوزين نعرف لكن سنة 51 كان عن دهر بعد 10 سنة أخذت بإعدادية أمها فرحت فرحة الدنيا وقعدت زغلت وفرقت شربات على البنت الفلحة أما أبوها فما كنتبش خبر خدها من إدها ونزل بيها على القاهرة يحضروا فرح نص أريبه وبالمرة يفسحها حلوة النجاعة في الفرح ده وعلى غير موعد قبلت نصها التاني إبراهيم سعيد شهين نظرة في ابتسامة وعمك يبدرح راشئ سهمه في قلبهم وتقدم لها أهلها يقولوا إيه اللدى؟ وهي تقول ما خدش اللدى بس لا عايش في العريش والمواصلات بعيد ومش هنقدر نسافر لك كل شوية اتجوزت وسببت أهلها في المينية وتهنت مع حبيب القلب اللي تلح حرامي ومرتشي وعلى رأي المثل ياللي فاكرة تجوزه الشيك بشيك بكرة تتجوزه تلطمه على وشي سبع البرومبا كان شغال بالعدادية كاتب هسابات في مكتب مديرية العمل بالعريش وظيفة مغمورة والمرتب على الأد وكان العيال بدأوا يشرفوا باعه فمدي إيده اللي عايزة أطعها وارتشى رشوة صغيرة كبر العيال شوية وكبرة الرشوة شويتين ورشوة ورى رشوة يبقوا اتنين ربنا قرمه وتقفش متلبس وتهباد له ثلاث شهور محترمين في السجن خرج منه ثوابق مع مرتبة الشرف مع أن المرتبة كانت لسه جديدة وقعد في البيت لا شغلة ولا مشغلة ومعرفش كمان يقعد على القهوة إلا عن ناصية عشان ما كانش معه المشاريب والمعلم حانف صاحب القهوة ما بيشككش لحد وكان حالف يمين طلق ما يشكك لحد أب بعد جنب الولية يقشر بصل ويأرطف ملوخية وكانوا قبل الحكاية الحبس دي بعتوا العيال عند عمهم في القاهرة عشان يتعلموا مش معقول يعني يبقى القب معه عددية أما الأم بقى ما شاء الله عليها فمعها برضو عددية والعيال كمان يجوا لحد العددية دي ويقفوا لا لا ما يصحاش رموا بالاهم أصدعيالهم على عمهم في القاهرة وهب سحيوا يوم 5 يونيو سنة 67 على صل ضرب نار وذبابته ومجنزراته والإسرائيليين اكتحوا سينة وسيطروا عليها في حرب خاطفة سميناها نكسة وهم سموها حرب الأيام الستة ضاعت الأحوال بإبراهيم وانشراح وما كانوش لقين يكلوا حتى الشاي والده ما كانوش لقينه فكانوا بيجيبوا ورق المرمرية ويغلوه وبدل الشاي يشربوه ده الحال بإبراهيم وبقت الدنيا قدامه أديئ من خرم الإبرة فقرر يروح للقاهرة عند أخوه بس المسألة ما كانتش سهلة كان لازم يقض موافقة وتصريح من المسؤول الأمن الإسرائيلي رح له في مكتبه وقدم طلب عشان يسمحوله بالسفر أجل الطلب مرة رح تاني تأجل التانية رح تالي توربع لحد ما ضجه وفض به وقال حق بالقب وفي المكتب وقعد زع وما كانش ناقص إلا أنه يقلع لهم بلبوس كان فيه واحد في المكتب اسمه أبو نعيم كان هو مسؤول الفرز يعني ظابط المقابرات المسؤول عن اختيار وفرز العناصر الفزد أصد الصلحة من وجهة نظر الإسرائيليين للتعاون معه أبو نعيم دلقت إبراهيم ووزن وبعين خبير وحس إنه قدام صيد زهل كلمة في حدودة حكاله إبراهيم عن معاناة وظروف الوحشة وإزاي هو عيش هو مراته والعيال فين والهكاية والوحش صعب على أبو نعيم وعيط عيطين ودم عدم عيطين إحنا مش لقيين ناكل بيا باشا وحسن علي لتمنع بلاو كتير وهنيع لك يا فاعل الخير والسواب أبو نعيم يا ولده قلبه رهيف ورجل حناية صعب عليه إبراهيم قوي وحل في يمين طلق ما يروحه بإيده فضيا دخل إبراهيم على الولية محمل إيش دقيق وإيش سمنة وإيش فضلت خيرك شاي وسكر واللازي منه الستة نشرح بسط لحاجات كده ورفعت إيدها لفوق ومجريتش عارفة ترقع بالصوت ولا ترقع زغلطة جبت الحاجات دي من إني إبراهيم إر يا بو خليل سرقتهم من مين أنا عجنك وخبزك مرتش وواطي وطبيع أبوك بسجارة ومك بقبيت شاء حكالها على الموضوع ومن ساعتها بقى لازق لابو نعيم ده اللي وعده يشوف له موضوع التصريح وفي يوم رجع لانشراحه معها ألف دولار عارفين ألف دولار سنة سبعة وستين تسوي كم؟ مش هقولك حسن تقع من طولك رحت انشراح لها فت الفلوس وخبتها في عبها ولا حتشدها من ودنه وقالت له لا بقى الهاكاية مش أبو نعيم ولا مو نعيم ولا حتى نعيم نفسه اعترف جبتي الفلوس دي منين؟ قول قرر قال لها إن شاء الله يجيلي ويحط علي دي من أبو نعيم أصل إيه؟ أصل إيه تكلم؟ لا أنا بصراحة دلته على مغبأ كان بيستخبى فيه الفدائيين اللي بيقاوموا الإسرائيليين وعملين اللي فيها أبطال انشراح ثابت ودنه اليمين ومسكت الشمال وبعدين ثابتهم كده وقالت له إن ما كناش إحنا بلغنا كان غيرنا هيبلغ وهو إحنا أولى من غيرنا بالفلوس هم يعني كانوا هيخرجوا الإسرائيليين بالعملية دي وزينا لهم الشيطان وأعمالهم يعني من الآخر كده كانت بتحاول تلاقي مبرر يرضي ضميرها ده لو كان عندها ضمير وفي يوم رجع إبراهيم ومعاه التصريح بالسفر بس كمان معاه أمانة محملها له أبو نعيم الله يسطر إيه الأمانة دي؟ قال له يا إبراهيم يا أخويا أنا لي يا أقا عنده شركة استرادو تصدير وشغال في الخضر والفكهة وكل ما يجي يصدر شوية فجل ولا كرات لأوروبا الجماعة الأوروباويين دول يقولونه ذا الفجل المصري أرخص فوحيات الميتين لك يا أبو خليل تشوف لي أسعار الخضر والفكهة في مصر أخبارها إيه عشان أخويا يزبط أسعاره وما ينضربش في السوق طلب ده طبعا كان غريب لكن بالنسبة لشغل المخابرات له معاني كتير ممكن مثلا يكون مؤشر للوضع الاقتصادي ومستوى رضى الناس عن الأسعار وممكن يكون جس نبض وتجربة للزبون الجديد قبل ما يرموه في الغريب إبراهيم ما كذبش خبر بلع الطعم وقال له أسعار الخضر والفكهة بس ما يلزمكش حاجة تانية أسعار السمك والفراخ والبيت كمان بالمرة طبعا الموساد فره به فرهة الدنيا وقاله خلاص هو ده قبل السفر بشوية خدوهم على مدينة بير سبع والمدينة دي بالمناسبة اتسمت بالاسم ده على زمن سيدنا إبراهيم أو الإنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام أما عمل معاهدة مع البدو اللي هناك في المكان ده اللي كان فيه سبع أبار عشان كده سموها بير سبع أو بالعبرية بير شيبة المهم خدوه على بير سبع واستضفوهم هناك ثمانتيام في فيلا فاخرة طبع الموساد شهر عسل مجاني وهناك دربوهم على استعمال الحبر السر والشفارات وكمان عملوا لهم محاكاة لله يحصل لهم في مصر ايه حكاية المحاكاة دي بقى الاسرائيلي كانوا عارفين ان بعد النكسة اي حد بيرجع من سيناء طبعا المخابرات المصرية تسأل وتستفسر منه على حاجات هما بقى دربوهم على الاسئلة المتوقعة دي زي كده نظام للتوقعات المرئية بتاعت السنوية العامة لو سألوكم كذا جاوبوا بكذا ولو سألوكم كذا قلوا ميت فاهم يا هيما فاهم يا بو يعقوب فاهم يا شوشو فاهم يا يويو جاوبوا بهدوء والتزان زي ما فاهمناكم بس حيات والديك اوعى تجيب سريتنا الله يخليك عيب يا يعقوب ده احنا نسعى بنشتغل بضمير وقبل ما يرجعهم على مصر راحوا ملبسينهم لبس ميري وعلى اكتافهم نجمة اسرائيلة وردبة عسكرية للراجل والولية وغيروا عساميهم بقى ابراهيم اسمه موشا وانشرح بقت مدام دينا وده ابراهيم مرتب وردبة عقيد اما دينا فاكفاية عليها مرتب وردبة ملازم اول في الجيش الاسرائيلي وباللبس الميري صوروه عشان يضمنوا ولاقهم وما يفلوتش منهم وفي يوم قبل العصر نزل ابراهيم ومراته على مصر البلد اللي هي زي الام حمالة اسية نسيت مصر ان ابراهيم ده مرتشف صايع وسوابق ورد سجون وخذته في حضنها الحنون وفتكرت ان ابنها اللي رجع لها فالدولة ديته شقة يسكن فيها في حي المطارية عارفين يعني ايه شقة في الستينيات كان ساعتها في ازمة اسكال طاحنة وخلو الرجل شغال على ودنه وكانت الناس بدأت تسحف على المقابر تسكن فيها مصر بقى ادات له شقة وكمان وظيفة بدل ما يقعد جنب الولي ما تمرش فيه ابن اللئيمة ورجع لعاته القديمة فبدل ما كان يروح للمخابرات ويبلغهم باللي حصل وكان ساعتها يتحول لبطل لأ اتلمى في حضن الاسرائيليين وبعدلهم وعينهم على مصر والمصريين طبعا حد فيكم هيسألني عرفت الحاجات دي منين؟ هقول لك من اعترافاته المنشورة وأقواله المأسورة لأنه ما اتقبض عليه قرب من محقق ومال وفي ودنه وشوشه وقال كنت محتاج غطى يا باشا مش عشان كنت عريان لأ بس كان عاوز غطى يغطي مصاريفه ويبرى الغناء ففتح محل تجارة ملابس وبقى يسافر ايطاليا بحجة شيرة ملابس عشان كان زمان كان فيه حاجة اسمها تجارة الشنطة لكن كان هدفهم قبلت من دوب المساد أبو يعقوب اللي دا بتنشرح في دباديب ودوب ناس كتير بيقولوا لنها خنت جزها معاها وهي اعترفت بكده بس مش جايز دا كان بعلم جزها يعني هو اللي تنازل عن وطنيته واللي تنازل عن بلده واللي خان بلده جات على دي يعني وهيقفوا يحبكها فكها يا رجل شوية دا برضو يا أبو يعقوب مش غريب بقوا كل شوية يجمعوا معلومات ويبعتوها للمساد بالحبل السري وكانوا بيكتبوا في نهاية كل جواب دحية إسرائيل العظمة كان الإسرائيليين في الوقت دا ادوهم كاميرا من النوع الحديث جدا فكان بيقر جفراهيم وانشرحوا والعيال ياخدوا بعضهم في رحلة ويصوروا الأماكن العسكرية بالكاميرا اللي كانت انشرح بتخبيها في شنطتها وفي ليلة من ذات الليالي صاحب ابنهم الكبير نبيل قصد الحمام عد على قضو تدبوه وامه سماهم وهما بيتكلموا وكان واضح انهما مختلفين على حاجة وعشان هو تربية وسخة زي اللي جابوه راح رامى ودنه وتصنط وبدل ما يدخل الحمام غير رأيه وفتح الباب فجأة على ابوه وامه وظبطهم وهم لا لا ما تروحش بايد دول كانوا بس بيوضبوا الشنطة اللي بتاخدها انشراح وبيختلفوا على مكان وضع الكاميرا في الشنطة نبيل طبعا فجئهم وحاولوا يبرروا اللي بيحصل وفي النهاية قروا واعترفوا بكل حاجة وكانوا خايفين جدا اللي نبيل ده يبلغ عنهم لكن سادة اللي قال العرق ده الساس طلع الواد أزبل من ابوه وامه وشوية شوية اتوسعت الشبكة وما يتضم الولاد الصغيرين كمان اللي اتضربوا ازاي تصحبوا في المدرسة على زمالهم اللي اهليهم في الجيش اوليهم علاقة بالقوات المسلحة عن طريق الولاد دول قرفت انشراح انه في شخصية عسكرية رفعت المستوى هتزور الجبهة في المكان الفلاني يوم 9 مارس سنة 1969 لكن ما قدرتش يتحدد من الشخصية دي لكن كجسوسة مخلصة ومتفنية في عملها بلغت المساعد بسرعة وفي اليوم الموعود انهالت المدفعية الاسرائيلية ودكت الموقع اللي قالت لهم عليه انشراح وحصل تبادل لاطلاق النار لكن استشهد البطل الفريق عبد المنم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية اللي كان في زيارة تفاقدية للجبهة وتم تشيعه في جنازة عسكرية رسمية وشعبية كبيرة اتقدمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي امر بطريقة الفريق الشهيد لردبة فريق اول وتم عمل تمثال كبير للبطل في اهم واشهر مدان بوسط القاهرة قرب مداني التحرير اللي هو مدان عبد المنم رياض اتحول اليوم ده ليوم الشهيد اللي بتهتفل به مصر كل عام في 9 مارس طبعا اسرائيل فرحت فرحة كبيرة بمصر على البطل الشهيد اللي كان عبارة عن عملية اغتيال لكن مصر ما سكتتش وبسرعة جالهم الرد على ايد البطل ابراهيم الرفاعي ومجموعته القتالية المعروفة بالمجموعة 39 سعقة الراحة على الموقع اللي انضربت منه المدفعية الخاسيسة دي واباد كل افراد الموقع بالسلاح الابيض عارفين يعني ايه قتال بالسلاح الابيض يعني قتال متلاحم راجل لراجل وجها لوجه مش خسة وندالة وطعنف الظهر وهم مستخبيين زي عوايدهم نرجع بقى للخوانة دول اللي كفقتهم اسرائيل مكافأة كبيرة قوي واستدعوهم لايطاليا ومنها لليونان ومن اليونان على تل العبيب وافتكروا ان الدنيا زهزهت لهم في الفترة دي قربت انشرح من ابو يعقوب اكتر وكتر والفلوس جريت في ايدها واد ابراهيم اكتر وكتر فياخدوا شقة في مدينة نصر واشتروا عربية فيت والدنيا بقت اخر بغدادة وفي يوم 6 اكتوبر حص ابراهيم بان في حاجة غريبة وقارر انه يحذر الاسرائيليين لكن خلاص كان الوقت فات وقامت حرب اكتوبر الاسرائيليين تفجأوا وقامت الدنيا وما عادتش في تل العبيب وبعتوا يطلبوا ابراهيم انشرح للقاء عاجل في روما لا طمت انشرح على وشها وقالت له دول هينفقون قال لها لا حاول ابراهيم يطمنها او يمكن كان عاوز يطمن نفسه فقال لها بصوت مرعوش ما تخافش يا ولية وراكي رجالة وفي روما عسف هوس على أسينة على تل العبيب وسين ويجيم وازاي ما بلغتوناش وقال لهم انا حاولت ابلغكم بس الحرب قامت في نفس اليوم اللي كتبت فيه جواب قرروا انهم يدوا ابراهيم انشرح جهاز لسلكي متطور عشان يقدر يرسلهم عليه ويحذرهم لو فيه اي حرب تانية او اي مشكلة او حاجة يقدر ايه يقول لهم ولا ياخدوا على عفاهم مرة تانية دربوا مع الجهاز لمدة 3 ايام بس ابراهيم خاف يستلم الجهاز ويسافر به قالوا له خلاص اطلع طريق السويس الكيلو 108 هتلاقي هناك خزان مية اللي بيسمو غراب المية الخزان ده مهجور ومصدي وحددوله مكان قالوا له احفر نص متر هتلاقي الجهاز خده ويلجع بيه على بيتك واول ما توصل ابعتنا اشارة عشان نعرف انك استلمته واحفر يا ابراهيم انشرح هب لقيوا الجهاز بس الكوريك زي ما تقول كده كسر الزرار في الجهاز روحوا البيت يحاولوا يصلحوا يحاولوا ينيلوا مفيش فايدة انشرح قالت له بص يا هيمة انا هاختف رجل الحد تالي قميب اجيب الزرار بدل للانقصر واعد على روما وانا رايحة ما عايزش حاجة من هناك قال لها سلميلي على ابو يعقوب قالت له يوصل راحت هناك على روما ومن روما على تالي قبيب وبدل الزرار جابت اتنين وقضت مع ابو يعقوب بدل الليلة الليلتين وقررت ترجع على مصر في الوقت ده كانت مصر استلمت جهاز روسي الصنع اسمه صائد الموجات وكان احدث جهاز تتبع موجات في العالم في الوقت دوت الجهاز ده لقت اشارات غريبة اما ابراهيم استعوقت انشراح فحاول يبعت رسالة عن طريق جهازة بوزراء المكسور لقتت المخابرات المصرية اشارات الجهاز وقدروا يحددوا مكانه وهب طبوا على ابراهيم في بيته وعبضوا عليه وسابوه قوة في البيت مع الولاد الصغيرين طبعا ابراهيم قر على كل حاجة بقى وهو في قبضة المخابرات ودينا ما تعرفش جاءت دينا او انشراح دي من روما وفرحانة بالزرارين اللي جابيتهم معاها ما لقيتش ابراهيم والولاد في انتظرها خدت تاكسي ورواهت ما لقيتش العربية قدام البيت حطت ايدها على قلبها كده وقالت الرجل تجوز عليها ولا حد ما لقيته جراله حاجة تلقت على فوق واول ما دخلت الشقة لقيت رجال المخابرات والنيابة والدنيا كلها هناك عندها قال لقى زابط المخابرات حمد الله بالسلام يا مدام دينا هي سمك كلمة دينا اللي محدش يعرفه جر الاسرائيليين واعزك الله عملت حمامة على روحها وهي وعفة المخابرات المصرية خدت الزرارين وصلحت الجهاز وبعتت رسالة للمخابرات الاسرائيلية بتقول لهم فيها انا اشكركم لحسن تعاونكم كما انا اشكركم على جهاز الارسال الهدية والى لقاء اخر في عملية اخرى وتحيا مصر اتحكم على انشراح وابراهيم بالاعدام اما نبيل فاخذ اشجال شقة والاتنين الصغيرين ودوهم الاحداث اتنفذ حكم الاعدام في ابراهيم لكن انشراح اتقدمت بالاتماس واسرائيل اتقدمت بالاتماس فقررت مصر تخفض العقوبة من اعدام لأشجال شقة وبعد 17 شهر قضيتها حصلت انشراح على عفو رئاسي من رئيس السادات في صفقة تم مبادلاتها فيها مع اسرى مصريين من ايام الحرب يلا جزمتهم برقابتها احنا هتعمل لنا اي يعني بعد اخرجها من السجن قدمها الفنان سامير بصبري في برنامجه الشهير النادي الدول قابدت فينا دمها وتوبتها يلا يا ربنا عيب للتوبة ربنا يهدي لكن على مين يموت الزمار واصبعه بيلعب فعشان تكفر عن سيئاتها وسيئات اللي جابوها زي ما قالت سافرت اسرائيل وهناك استعبلوها احسن استقبال بس بالمقلوب بقى فبدل ما يودوها على الفيلا اللي استضفوها فيها اول مرة هي ابراهيم رموها في دولة مية في حيفا تشتغل هناك تخسل الحمامات وتسلك بلعات بعد ما تهودت وأصبح اسمها دينا حييم وتهود ولادها نبيل ومحمد وعادل اللي أصبح اسمهم رافي وحييم ويوسي أسرة كاملة خينة أسرة كاملة اتدمرت وحطموا نفسهم بنفسهم في التسانيات القرن الماضي ظهرت انشراح أو دينا دي في التلفزيون الإسرائيلي وعربت عن أمنيتها أنها تندفن في مصر لكن أرض مصر طهرة بتلفز النجاسة والحقارة والخيانة دي كانت حكاية أسرة كاملة اتخلى أفرادها طواعية وبدون إقراع بل وبإقبال اتخلوا عن مبادئهم وعن شرفهم وعن دينهم وسابوا البلد اللي حضنتهم وربتهم بعد ما خانوها وتراموا في حضن العدو اللي بعد ما خاد حكته منهم رماهم في مسبلة التاريخ شكراً وإلى لقاء جديد فضلاً وليس أمراً إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اشتراك بالقناة وعمل لايك وشير وسبسكرايب شكراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته